في الثانية عشر من ديسمبر القادم ستجرى في الجزائر الانتخابات الرئاسية التي ينظر إليها باعتبارها حجر أساس في العملية الانتقالية تواجه الانتخابات تحديات من أبرزها رفض المحتجين لإجرائها دون تلبية كامل مطالبهم وتهديدهم بعملية المقاطعة من هذه التحديات أيضا دعوت بعض أحزاب المعارضة للمقاطعة مع التحذير من إجراء العملية الانتخابية وفق القواعد الراهنة في المقابل تؤكد السلطة على إجراء الانتخابات في موعدها وتوعد رئيس أركان الجيش أحمد قيد صالح كل من يحاول وضع العراقيل أمام هذا المصار الانتخاب لكن شخصيات سياسية قررت خوض العملية الانتخابية من بينها علي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات وهو رئيس الوزراء الأسبق بين عامي 2000 و2003 من الأسماء المحتملة أيضا عبد المجيد تبون الذي شاغل رئاسة الوزراء لمدة ثلاثة أشهر فقط بين مايو وأغسطس من عام 2017 كما يتوقع أن ينافس على منصب الرئيس كل من عبد العزيز بالعيد رئيس حزب جبهة المستقبل إضافة إلى بالقاسم سحلي رئيس حزب التحالف الوطني الجمهوري وفقا لقانون الانتخابات فإن الهيئة المستقلة للانتخابات ستعلن القائمة النهائية للمترشحين في غضون عشرة أيام من غلق باب الترشح ترجمة نانسي قنقر